قناة طبيبة جزائرية في ألمانيا ترحب بيكم في فيديو جديد وموضوعه رح يكون سؤال يطرح علي في التعليقات يوميا ولهذا اخترت أني نخصص له فيديو حتى نشرح الموضوع بالتفصيل والموضوع هو عن الحيرة التي تقع فيها الأمهات من لحظة إدخال الأكل الصلب في النظام الغذائي للراضيع وش نفطره الصباح وش نغديه وش نعشيه وش نصحره رايحة نجاوبك بالتفصيل لكن أولا عندي ملاحظات جد مهمة أولا الأنظمة الغذائية اللي رح تلقيها لما تبحثي تختلف حسب البلدان حسب الثقافات وحسب المدارس أحنا في الجزائر مثلا نتبعه في العادة المدرسة الأوروبية والفرنسية على وجه الخصوص واللي فيها اختلافات مقارنة بالمدرسة الأمريكية أو البريطانية مثلا ولهذا قمت بالعديد من الأبحاث واخترت أحسن الأنظمة من منظوري الشخصي والتي تلائم احتياجات الرضيع في كل فترة من فترات حياته وهذه هي الأنظمة نفسها اللي تبعتها أنا شخصيا في تربية ابني بعد التشاور طبعا مع طبيبة الأطفال اللي تبع عندها آدم منذ الولادة وأيضا مع أخصائية الأمومة والطفولة اللي جيك للمنزل وتبع الطفلة على كل صغيرة وكبيرة وهي اللي معروفة هنا باسم هيبامة والحمد لله آدم وزنه وطلتاعه دايما مثالي مقارنة بعمره وعمره معانا من نقائص أو مشاكل مع التغذية والحمد لله ثانيا أي كان النظام الغذائي فهو يخضع أولا وأخيرا لشهية الطفل وعاداته الغذائية والكميات المقترحة للوجبات ورضاعات الحليب هي تقريبية ونسبية ومثلنا نحن الكبار كان ليأكل كمية قليلة يشبع وكان ليأكل كميات أكبر ولا يجب في أي حال من الأحوال إجبار الطفل على إكمال صحنه أو رضاعة الحليب كاملة إن كان قد شبع ولا يرغب بالمزيد حطي فقط نفسك مكانه هل إذا شبعتي تحبي يتم إجبارك على إكمال صحنك فقط لأن هذه هي الكمية التي ينص عليها القانون؟ الكميات مقترحة فقط ولكنها ليست إجبارية وليست في أي حال من الأحوال قوانين يجب تطبيقها ثالث نقطة وهي الأهم الحليب هو الغذاء الأساسي والرئيسي في السنة الأولى من عمر الرضيع وكاين حتى ليقول لك حتى عمر السنتين ولهذا فهو اسمه رضيع لأنه بكل بساطة يرضع الحليب معظم الوقت وهو الغذاء الوحيد والأوحد للطفل في الأربع أشهر الأولى من حياته لا ما مع سكر لا تمر في الكمادات ولا شيء ولا حتى منقوع الينسون والكاراوية والشمر أو زرعة البسباس لأنا شخصيا استعبلتهم في الماضي لأني أنا ذاك لم أجد أدلة علمية عن هذا الموضوع ولكن مؤخرا منذ أيام فقط سمعت عن وجود دراسات علمية تحذر منها إذن الطفل منذ أن يفتح عينيه على الدنيا تمديله ويرضع حليب فقط حتى الماء لا يحتاجه الرضيع في هذه الفترة لأن الحليب هي كميات كافية من الماء وفيه جميع العناصر المغذية التي يحتاجها جسم الرضيع وما تخافش من موضوع أن الرضيع لا يشبع وأنه ما عندكش كميات كافية من الحليب لأن معدة الرضيع صغيرة جدا وتكبر تدريجيا مع الوقت الآن متى ترضعيه؟ ببساطة كل ما جاع واتلب الرضاعة المهم أنه يتحصل على عدد إجمال قدره من ثمانية إلى ثناش رضعة في الفترة الأولى من حياته وإذا ما عرفتش نظمي وقتك رضعيه كل ثلاث ساعات تقريبا حتى لو كان نائم تنوضيه وترضعيه ثم تباعدي فترات الرضاعة كل شهر وحتى ما يكونش الفيديو طويل جدا المزيد من التفاصيل المملة عن هذا الموضوع رايح نقدمها لك في سلسلة كيفية الاعتناء بالرضا حديثي الولادة ليراني نحضرها ونحطها في أقرب وقت إن شاء الله أعيد وأؤكد حليب فقط لا غير وبعدها ندخل لمرحلة أخرى من حياة الرضيع وهي مرحلة إدخال الأكل الصلب في النظام الغذائي للرضيع واللي هي بين عمر أربعة وستة أشهر في الشهر الرابع الخامس خمسة ونص ما يهمش المهم لا وأبدا مش قبل أربعة أشهر وإذا بديتي بعد ستة أشهر فأنت متأخرة ما هي الأكلات التي نبدأ بها؟ ما هي القواعد التي يجب أن نلتزم بها؟ ما يجب فعله هو ما لا يجب كل هذا موجود في هذا الفيديو وكاين كذلك على القناة الكثير والكثير من الوصفات نحط لك روابط الفيديوهات الخاصة بها في صندوق الوصف المهم لازم تعرفي أنك تذوق الراضيع كميات صغيرة فقط ملعقة إلى ملعقتين كل يوم ثم تزيد الكميات تدريجيا ثم تكملي وجبة غداء الطفل بالحليب سواء رضعة كاملة أو تنقص منها كمية قليلة فقط وباقي الوجبات كلها حليب كيف كيف على دمون يعني وقت ما جاء ترضعيه لا تحتاري ولا تسألي وش نغديه وش نعشيه كما قلت فطور الصباح الغداء العشاء اللمجة كله حليب وفي وقت الغداء تمديله يذوق صنف خضر أو فواكه لاخترتيه فقط وفي هذه المرحلة تبدأ تمديله يشرب الماء بعد الأكل بكميات قليلة وتقدر تقترح عليه بين الرضاعات وإذا ما حبش يشرب لا تجبيريه إذا ما حبش فهذا يعني أنه ليس عطشان لأنه كما قلت الحليب غني بالماء فيه كميات كبيرة تكفي الرضيع وأكثر كمية الأكل الصلب قلنا أنها تبدأ بملعقة أو ملعقتين وتزيد تدريجيا مع الوقت ولما توصل كميتها إلى 200 غرام تقريبا تصبح وجبة قائمة بحد ذاتها وهو ما يصادف في أغلب الأحيان الشهر السادس من عمر الطفل ويتغير نظام الوجبات ويصبح منظم أكثر مكون من أربع وجبات فقط يعني من اللي كان طفل يرضع أرادوموند وقت ما حب حسب رغبته وطلبه رايحين نظموا الوجباته ويولي عنده برنامج يومي ابتداء من هذا العمر يعني من 6 أشهر تبدأ الاختلافات طفيفة بين الأنظمة الغذائية المقترحة لكن هناك ذلك الكل متفق على نفس النقطة الحليب هو الغذاء الأساسي في هذا العمر وهذا يعني أن عدد وجبات الحليب يجب أن تكون أكبر من عدد وجبات الأكل الصلب وكمية الحليب لا يجب أن تقل عن 500 إلى 600 ميليلتر البرنامج الغذائي اليومي يتكون من فطور صباح لفيه رضعة حليب سواء طبيعي أو إصطناعي تقدر تضيفي لها ملعقة حبوب إذا حبيتي أي أنه اختياري الغداء هو وجبة متوازنة مكونة من خضر، نشويات، بروتينات بالإضافة إلى المادة الدسمة وفاكهة وكان كذلك على القناة وصفات كثيرة ومتنوعة تلقى روابط الفيديوهات في صندوق الوصف وجبة العشاء كذلك رضعت حليب وحده أو معاه ملعقة حبوب فقط ووجبة اللومجة خليتها للأخير لأنها هي اللي رح تلقى فيها اختلاف بين الأنظمة الغذائية المختلفة هناك من يقول أنك تقدر تقدمي للطفل منتجات الألبان من جبن طازج أو بوتيسويس، ياغورت، أجبان، فواكه، خبز، بسكويت خاص بالرضع إلى آخره لكن من وجهة نظري أن الرأي الأصح هو تقديم رضعة حليب للرضيع لأن منتجات الألبان عمرها ما تعوض الحليب سواء الطبيعي أو الإصطناعي وهي تفيد الرضيع من ناحية غناها بالكالسيوم فقط وبالتالي مهمتك رايح تكون أسهل وهناك ذلك طفلك رح يستفيد من منافع الحليب لأقصى حد وإنتي ما تبقاش تخمي على وجباته كل يوم يعني تقدمي له وجبة غداء متوازنة مع فواكه والباقي كله نعم حليب نرجع لأول نقطة تكلمت عليها في بداية الفيديو وهي احترام شهية وعادات الراضيع وأن هذه الأنظمة الغذائية النسبية هذا ليس كلام نظري فقط أنا شخصيا طبقته لأن آدم لما وصل لعمر ستة أشهر كان ما زال يرضع بكميات قليلة جدا ويشبع بسرعة ولهذا ما قدرتش نتبع النظام الغذائي المقترح أو البرنامج النظري بل خذيت مكوناته كما هي والكميات اللازمة لهذا العمر التي يحتاجها راضيع وقسمتها على مدار اليوم حسب الريتم الخاص بآدم لكن في المجمن في المجموع الكميات هي نفسها مثلا وجبة الغداء ما كنتش نقدر نمدلو الوجبة المالحة كنقول المالحة لا أقصد أنه فيها ملح ولكن أقصد الوجبة المكونة من خضر ونشويات وبروتين كما قلت ما كنتش نقدر نمدلو الوجبة المالحة والفاكهة مع بعض لأنه كان يشبع بسرعة ولهذا كنت نمدلو الوجبة وقت الغداء والفاكهة كنت نخليها له بعدها بساعتين ما كنتش نمدلو منتجات الألبان لأنني نعرف أن الحليب يوفر له جميع المواد التي يحتاجها ورضاعات الحليب كنت نمدلو أربعة بدل ثلاثة لأنه كان يشرب كمية صغيرة ويجوع بسرعة وكان كذلك يسهر وميحبش يرقود في الليل ولهذا يومه كان طويل وبالتالي كان يحتاج إلى رضاعات أكثر وبديت النقص له تدريجيا حتى وصل حوالي عمر سبعة أو ثمانية أشهر وينقدرت انتبع النظام الغذائي النظري كما هو وحطيت لك الروتين الجديد في فيديو آخر والما كنت نمدلو أفونوتي إذا حب يشرب يشرب وإذا ما حبش ما حبش عمري ما أجبرته من 9 إلى 12 شهر نتبع نفس النظام الغذائي تقريبا ومن هنا تقدري تبدأ تقدمي للطفل وجبة عشاء مكونة من خضر أو فواكه أو نشويات مع فواكه لكن بدون بروتين حتى إيباط الطفل متهني من ناحية جهازه الهضمي وتكملها بنصف رضعة حليب لأنه كما قلنا الحليب هو الغذاء الأساسي لن أمل أبدا من تكرارها الحليب هو الغذاء الأساسي وكمية الحليب لا يجب أن تقل عن 500 ميلي لتر في اليوم والنظام الغذائي لهذا العمر بالتفصيل والشرح الممل موجود على القناة وكذلك الوصفات المناسبة لهذا العمر والروابط كيف كيف تلقايها في صندوق الوصف ابتداء من عمر السنة وحتى عمر السنتين النظام يبقى نفسه مكون من أربع وجبات لكن الأكل الصلب يبدأ يزيد تدريجيا ويأخذ حيز في يوم الطفل أكثر فأكثر ويصبح تقريبا عدد رضعات الحليب يساوي عدد وجبات الأكل الصلب أي رضعتين حليب مقابل وجبتين وجبة غدا ووجبة عشاء ورضعتين حليب فيهم ما يساوي 450 إلى 500 ميلي لتر حليب تنظيم هذه الوجبات يكون مشابه إلى حد كبير النظام الغذائي لعمر 9 إلى 12 شهر والوصفات كذلك هي نفسها الكمية فقط هي لتزيد على حسب شهيات الطفل كمية البروتين تصبح من 20 إلى 30 غرام في اليوم والقوام أيضا يتغير ويصبح قطع واضحة وإذا حبيتوا تاخذوا أفكار أكثر وتدابير تقدروا تتابعوني على الأنستغرام ونرن نحط ستوريات بشكل يومي عن الوجبات لنحضرهم الآدم دائما مع مع معلومات ونصائح عرصت عليك برامج غذائية من صفر حتى 24 شهر وأكيد لاحظتي أن الحليب يبقى دائما في المقدمة وإدخال الأكل الصلب في النظام الغذائي يكون تدريجيا وعلى مراحل مش بين عشية وضحاها يكون الطفل يرضى حليب فقط وغير يوصل أربعة أشهر يوليه يتغدى ويتعشى ويسناكي مثل الكبار لا تستهيني بالحليب وما تفرطش فيه الحليب ربما هو غير مهم وغير ضروري لنا نحن الكبار لكن هو ما يبني جسم الرضيع ويكبره وفيه جميع العناصر الغذائية ليحتاجها جسم وعقل الرضيع حتى ينمو نمو سليم وإذا تخربطي بين كل هذه المعلومات اللي قدمتها نقول لك إنه مش لازم تحظي الأنظمة الغذائية لجميع الأعمار شوفي فقط النظام الغذائي المناسب لعمر طفلك وأرجي الفيديو كل مرة لما ينتقل طفلك إلى المرحلة اللي بعدها وما تنسيش تحطي لايك للفيديو حتى يصل لأكبر عادة ممكن من المشاهدين وتشاركيها على مواقع التواصل الاجتماعي وتنتظر الفيديوهات الجديدة والمفيدة دايما على قناة طبيبة جزائرية في ألمانيا سلام